بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة نظمة مساء أمس بالسانوية التجارية الاجتماع التمهيدي لليوم العالمي للشباب بحضور ممثل القطاعات والمنطمة الشبابية زميل بحردين أبد الشافي كان هناك وعدل نازل تقرير اليوم العالمي للشباب يعتبر فرصة للتشاور والتفاقر بين أبناء الوطن وخاصة ممثل الجمعيات المدنية مع الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الأجنبية والذين قدموا برامج وطنية تخص المشاريع التنموية والتي تناول فيه المشاركون قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية بغية تنمية قدرات الشباب من أجل اكتساب المهارات الفنية والمهنية وكذا معرفة طرق تخطيط الاستراتيجيات الوطنية وتقوية الكوادر البشرية كما أشار كل من رئيس اللجنة التنظيمية عبد الرحيم بشر ومنزق البرنامج الثقافي لشباب أباكر مصار حيث أشار إلى أهمية دور الشباب في تحمل المسؤوليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والثقافي والقيام بحملات إعلامية للوصول إلى مشاريع تنموية تصهم في دفع أجلة التنمية المستدامة في البلاد ترجمة نانسي قنقر